ايو السادة هنا رياض فأهلا بكم تفاعلات غصن الزيتون تضع علاقات انقرة بواشنطن على المحك اردوغان يتعهد باحباط ما اسمه بالمؤامرة على حدود بلاده وسط تلويح بمواجهة عسكرية مع القوات الامريكية وتساؤلات بشأن تعقيدات المقاربة مفاوضات فيينا السورية محطة مهمة بين من يحذر من خطورة المرحلة ومن يعتبرها الفرصة الاخيرة وغبار المعارك يعكر الاجواء ويحجب الرؤية وكأن الكوارث التي حلت به لا تكفي الملف السوري على موعد مع ازمة جديدة تلقي غصن الزيتون التركية بثقلها على مشهد الازمة وتزيدها تعقيدا صراع الحسابات المتباينة عنوان الايام الستة من هذه العملية التي يبدو ان تفاعلاتها تنبئ بمزيد من عقد النزاع الذي اصبح يئنه تحت وطأة الصراع الدولي والتنظيمات المسلحة مع بروز نذر المواجهة بين انقرة وواشنطن نتيجة توسع العمليات العسكرية التركية تجاه موطئ القوات الامريكية في منبج نائب الرئيس الوزراء التركي طالب الولايات المتحدة بوقف دعمها لمقاتلي وحدات الحماية الكردية وإلا أصبحت قواتها هدفا في هذه المعركة وهو ما تقاطع مع تأكيدات الرئيس التركي رجب طي بردغان بأن بلاده ستحبط المؤامرة على حدودها بداية من منبجل وفي خضم صراع أمريكي تركي مبطن جاءت المكالمة الهاتفية لرئيس البلدين الأربعاء لتزيد الخلافة عنقا وفي حين أعلن البيت الأبيض أن ترامب عبر عن قلقه من تصاعد العنق قالت أنقرة إن الرواية الأمريكية بشأن المكالمة غير دقيقة ولا تعقص مضمون نقاشاتها إذن نحن أمام وضع استعصى على التوافق الدولي وخطوط حمراء ترتسم فهل تذهب تركيا بعيدا في حساباتها حتى لو كانت في حديقتها الخلفية وماذا عن واشنطن رغم طقس العاصف والمقاومة الشديدة من قبل المسلحين الأكراد يواصل الجيش التركي قصف مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في ريف عفرين شمالية سوريا بالتزامن مع تقدم بطيء لوحدات عسكرية تركية ترافقها مجموعات من الجيش السوري الحر وفي سادس أيام عملية غصن الزيتون التي أطلقتها أنقرة شنت الطائرات التركية سلسلة غارات جوية على مواقع الوحدات الكردية في عفرين وبالتزامن قصفت المدفعية والدبابات التركية المتمركزة عند الحدود في ولاية هاتاي مواقع للمسلحين الأكراد بينما تمكن الجيش الحر من قطع طريق عفرين راجو بعد سيطرته على مجموعة من التلال في المنطقة شمال غرب عفرين رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أكد أن قوات بلاده قتلت أكثر من 300 مسلح كردي منذ انطلاق العملية العسكرية التي وصفها بالمشروعة داعيا الولايات المتحدة إلى الكف عن دعم الإرهابيين في إشارة إلى الدعم الأمريكي لوحدات حماية الشعب الكردية إذا أراد تجنب مواجهة محتملة مع تركيا في سوريا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث ناظيره التركي رجب طيب أردوغان على الحد من العمليات العسكرية في سوريا وقال بيان للبيت الأبيض أن ترامب طالب تركيا أيضا بتجنب أي عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والأمريكية وتفادي وقوع خسائر بين المدنيين وزيادة النازحين واللاجئين وهددت تركيا بتوسيع عملياتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق حدودية أخرى في خطوة يمكن أن تشعل مواجهة مباشرة مع القوات الأمريكية وحليفتها الكردية خاصة مع تمركز عدة آلاف من هذه القوات أقصى الشرق في بلدة منبج حسن إبراهيم لبرنامج هون رياض وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة ومن هنا الرياض عن معركة عفرين التطورات العسكرية والتعقيدات السياسية بشأنها معنا في الاستوديو الدكتور هشام الغنام الباحث السياسي في جامعة إكستر ومن إسطنبول أوكتاي يلمز الكاتب والمحلل السياسي ومن واشنطن الدكتور بول سالم نائب رئيس معهد الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية أرحب بكم جميعا وأشكر تفضلكم على المشاركة معنا في الحلقة أبدأ من عندك أوكتاي يلمز من إسطنبول يعني يوم سادس من عملية غصن الزيتون وهناك مواقف دولية تزداد رفضا بهذا الشكل كيف تقيم الأوضاع وإلى أين تسير؟ نعم تحياتي مساء الخير في الحقيقة لا نستطيع أن نتحدث عن الرفض الدول بل هناك تحافظات من بعض الدول يعني هناك بيانات للناتو أكد دعم تركيا في حماية نفسها وأمنها كذلك حلفاء تركيا يعني رغم بعض التصريحات هناك بشكل العام تقف على الأقل حياديا ولكن بنفس الوقت طبعا هناك انتقادات أو تحافظ يعني تجاه هذه العملية التي اضطرت تركيا القيام بها يعني ماذا تفعل تركيا طبعا بهذه العملية؟ غصن الزيتون تركيا تحاول يعني أولا قبل كل شيء تركيا اضطرت لهذه العملية لحماية نفسها وحدودها وأمنها وهذه العملية ليست موجهة ضد الأكراد بكل التأكد ضد فصيل محدد تستخدم اسم الأكراد أو يقول أنها يعمل لأجلهم تركيا في الحقيقة جربت الطرق الدبلوماسية كثيرا مع الولايات المتحدة لتفادي هذه العملية ولكن هذه الجهود الدبلوماسية لم تنجح وفي النهاية اضطرت تركيا لهذه العملية والعملية تتقدم بنجاح وفقا للخطة العسكرية طبعا الجيش التركي يعلم طبيعة المنطقة ومنطقة محسنة ووفقا للخطة العسكرية تتقدم وتسير وبكل التأكد ستحقق أهدافها بتنظيف هذه المنطقة المنطقة الحدودية من جميع الكيانات التي تهدد الأمن القوم التركي كذلك تشكل خطرا على أمن المواطنين وكذلك ستسهل عندما تنجح هذه العملية بعودة اللاجئين هناك وتعتبر هذه العملية كذلك طعم لوحدة السورية ولذلك تركيا تستغرب لبعض الانتقاطات خاصة من حلفاء تركيا مثل البلاد المتحدة ومواقف البلاد المتحدة لم تكن حقيقة واضحة هناك تضارف في المواقف الأمريكية أحيانا هناك تصريحات تعرب عن تفاهم البلاد المتحدة لحاجة التركية مثل هذه العمليات وأحيانا نشت تصريحات تحذر أو تعرب عن القلق وما إلى ذلك وتتحدث عن ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين والبلاد المتحدة تعلم جيدا حرص تركيا لحياة المدنيين وصلت في كريكتك سيد أكتاي وهي قامت بأعمال القطالية في جميع نحاء العالم ونحصر حياة المدنيين اسمح لي فقط سيد أكتاي دكتور هشام كما ذكر سيد أكتاي تركيا وجدت نفسها مضطرة لهذه العملية من شأن أمنها الوطني هل هذا هو بالفعل هذه النقطة أساسا أم هو يحاول إفشال أي مشروع دولة أو انفصالية في المنطقة في شمال سوريا إلى شرق الفرات من أجل أن يفشلها بهذه المعركة طبعا الهدف هو إفشال أي محاولة أو حد تانية للانفصال الأكراد هذا بالتأكيد ولا شك أيضا فيه مبالغة في ردة فعلة تركية حتى إذا أخذنا العدف هذا في الحسبان في مبالغة في ردة فعلة تركية الآن بالنسبة للموقف الأمريكي أنا أحب أن أعلق على ما ذكره ضيفك الموقف الأمريكي أنا أعتقد شخصيا لن يكون ضاغط على الأتراك أنا لا أعتقد الموقف الأمريكي ضاغط على الأتراك في خشية أمريكية أن الضغط على حليف مهم بالنسبة لأمريكا في منطقة مثل تركيا خاصة في الموضوع السوري قد ينقل تركيا بالكامل إلى محور الحل الروسي والحل السياسي الروسي أن يبقى الأسد على رأس النظام وحكومة وحدة وطنية ومعارضين من هنا وهناك أمر لا تريده الحق ولا تمتعد أمريكي ذلك مسألة الضغط على تركيا لن تكون بشكل كبير مع عدد تصريحات هذه طبعا هو السبب المعركة كانت حتمية الكل كان يراها منذ نهاية داعش الحقيقة كان هناك معركة حتمية الخاسر الأكبر من انتهاء داعش هم الأكراد بشكل غير مباشر الآن أصبحت أمريكا لا يمكن أن تخسر تركيا مقابل الأكراد خاصة في غياب داعش أنا أظن أن الموضوع هذا أمريكا ستغض النظر كثيرا عن الصرفات تركيا في شمال سوريا ولن تمانع كثيرا في تواجد تركي مؤقت في شمال سوريا بالعكس ستغض النظر عنه لكن رغم ذلك الأسف هو العملية كلها تصب في صالح روسيا في نهاية المطاف هذه العملية العسكرية تصب في صالح روسيا والحل التي تقدمها روسيا وروسيا حريصة أيضا على حل سياسي بتوافق دولي بعكس إيران وهذا الحل الروسي الذي تريده الحقيقة أنا لا أعتقد أنه سيكون هو الحل الأنسب والأمثل لهذه الثورة السورية الآن استمرت لسنوات طويلة وقدمت تضحيات كبراء نايم رئيس وزراء تركيا لوح بمواجهة مع واشنطن على الأرض برأيك يعني هل تركيا ستمضي إلى مينبج وتتحدى الولايات المتحدة وربما يحدث اجتباك في هذه المنطقة أنا لا أتصور التصادم أو المواجهة بين الجيش التركي والأمريكي يعني هناك روابط قوية جدا يجب التذكير أن البلدين يعني حلفان في حلف الشمال الأطلسي وهناك روابط قوية كثيرة بين الجيشين ولذلك نعم رغم وجود خلافات كثيرة كبيرة خاصة في الشان السوري لا تصور المواجهة العسكرية إلا ستكون هناك ضغوط تركية حتى عسكريا ستمتد إلى مينبج مثلا بالأمس قامت الجو التركي الطيران التركي بقص بعض المواقع للفصائل الانفصالية في مينبج ستكون هناك ضغوط سياسية وعسكرية تركية على الفلاد المتحدة لإلزامها على وعدها كانت البلاد المتحدة وعدت تركيا على مستوى الرئيس الأمريكي بصحب المجمعات الكردية الميليشيات الكردية من منبج لأن منبج قريبة جدا من حدود التركية السورية وتقوى غرب الفرات وكذلك منطقة عربية يعني 90% سكانها من الأرب أحالي المنطقة ولذلك وتلتصق بمنطقة درع الفرات أعتقد ستكون في النهاية رغم هذه الخلافات وأحيانا التضارف في المواقف تفاهم ولن تضطر تركيا استطاف هذه المنطقة عسكريا ولكن إذا امتدت طبعا إلى الشرق الفرات هذه العملية حينها ستكون مباحثات بين الطرفين لا أعتقد أن الفلاد المتحدة ستوافق بسهولة على أن تمتد يعني قد تمتد لمنبج ولكن ما بعد المنبج أي شرق الفرات هذا الأمر سيحتاج إلى مفاوضات وتوافق واضح بين الجانبين نعم دكتور هشام يعني كما ذكر ضيفي أنه لا يعتقد أن يكون مواجمة بين أنقراء وواشنطن في المرحلة القادمة لكن لماذا التهديد ولماذا أيضا قال ريان ديلون بالطبع نحن في حالة تأهب لما يحدث يعني هناك أيضا تنبيه أنه في حالة أن يحدث شيء ربما بين القوات التركية وأيضا التحالف ربما يكون هناك أمر آخر لذا أسأل هنا لماذا هذا التهديد أول حق التهديدات الأفضية هذه لا تعني شيئا المهم هو الأرض الأتراك لا يفرقون مثلا بين حزب العمل والاتحاد الديمقراطي أمريكا تدعم كانت تدعم فصائل كردية ضد داعش الآن أمريكا لا تستطيع أمام حليفها الكردي إلا أن على الأقل ترسل بعض التصريحات المساندة لكن الأتراك يبدون أنهم عازمين على المضي قدما وأنا أعتقد أن أمريكا لن تضغط على تركيا لن تضحي بتركيا لكي تكسب رضا الأكراد خاصة في ظل غياب داعش الآن فيه أيضا محور حل ثاني روسيا تعرض على تركيا تعرض على تركيا مساعدة سخية الحقيقة بالتصدي للأكراد ومساعدة تركيا أمريكا لا تريد دفع الأكراد دفع الأتراك في الزاوية لكي يكون هناك انتقال كامل لتركيا لهذا المحور الحل الروسي الحقيقة العملية هذه تتجلى فيها الحقيقة استغلال تركيا للفصال السورية التي دعمتها طوال هذه الفترة تركيا الآن للأسف تدعم هذه الفصال لمصالحها الشخصية لم تعد الثورة السورية ودافة الثورة السورية هي في أولوية القائمة التركية بل بالأكس هو الهدف واستغلال هذه السيولة الشديدة الآن في سوريا وتحقيق أكبر قدر مكاسب وأنهاء حلم الأكراد بأي أنتتي أو مكون سياسي في الشمال ليس شرط على دولة انفصالية بل إنهاء حلمهم تماما ورجع التركيب السكانية كما كانت سابقا بالضبط نعم سيد أكتاي قبل سيد أكتاي نعم نعتدر أنه لم نستطع التواصل مع ضيفنا في واشنطن الدكتور بول سالم وأعود لك دكتور أكتاي قبل ذلك دكتور أكتاي أو سيد أكتاي يعني واشنطن كانت تعول على الأكراد كحليف يعتمد عليه في تلك المنطقة لكن هذا الموقف الهادئ منها نتيجة تقدم تركيا أو حتى عملياتها في عاصفة أو عفوا في غصن الزيتون يعني ربما يرمز إلى حالة خلاف ما بين وزارة الدفاع وأيضا الخارجية بشأن الاستراتيجيات في هذه المنطقة هناك من يتحدث أن يكون تعارض ما بين الاستراتيجيتين يعني في الحقيقة منذ وصول الرئيس الأمريكي الحالي ترامب إلى السلطة إلى الإدارة في البلاد المتحدة لم يتمكن يعني الرجل من فرض أو من فرض أو إذكرت طبعا له سياسات في جميع المؤسسات الأمريكية يعني نحن نشهد منذ يعني فترة منذ سنة تضارب في السياسات الأمريكية ويعني ورؤية غير واضحة أو عدم وجود رؤية أصلا خاصة تجاه المنطقة رغم الإعلان في الفترة الأخيرة عن الاستراتيجية الأمريكية لكن هناك بعض المواد متضاربة تأتي قبل الشهر وعد ترامب لنظرها التركي أنه سينهي برنامج تسليح الأكراد الميليشيات الكردية بعد يومين فقط خرجت وزارة التفاوة وأعلنت أنها ستواصل تسليح الميليشيات الكردية يعني هناك تضارب في المواقف الأمريكية وبين المؤسسات الأمريكية وهذا الأمر في الحقيقة توتر العلاقة بين الجانبين يعني تركيا هناك الآن مشكلة عدم الثقة يعني الأهم المشكلة بين الجانبين عدم وجود الثقة المتبادل بسبب عدم وجود سياسة موحدة خاصة في البلاد المتحدة في النهاية يعني كما ذكر ضيفكم الكريم في الستوديو يعني أنكرا وواشنطن دولتان حليفتان والبلاد المتحدة يعني إذا كانت هناك نواية حقيقية في السياسة الأمريكية تجاهها من التمدد الإيراني على سبيل المساء على سبيل المثال بحاجة للتعاون مع حلفاء في المنطقة بالنسبة للأكراد يعني لا نتحدث في الحقيقة عن القومية الكردية الولايات المتحدة لم تتحالف مع جميع الأكراد هناك تنظيم محدد هناك تنظيم رئيس العمال الكردستان الإرهابي لدى التركيا وكذلك مصنف لدى الولايات المتحدة تنظيما إرهابيا وهناك فرع لهذا التنظيم في سوريا حزب الاتحاد الديموقراطي والميليشيات التابعة لهذا التنظيم هذا هو الخلاف هذا جيد المتحدة تفرق بين التنظيمين فيما ترى تركيا أن رغم الخلاف الاختلاف في الأسماء إنه تنظيم واحد أما هناك تنظيمات كردية أخرى تركيا تتعامل معها هناك عشرات الأحزاب كردية ضمن الاتلاف السوري تتعامل معها يعني لا توجد مشكلة لتركيا مع الأكراد ولكن هناك تنظيم سيطرة على هذه المناطق بالمساعدة الأمريكية بحجة محاربة تنظيم الدعو هذا جيد الولايات المتحدة مكنت هذه المجموعات الانفصالية بالسيطرة على طول الحدود التركية السورية لتشكل خطرا على أمهل التركية نعم دكتور هشام يعني كنا ننتظر المكالمة ما بين الرئيس ترامب وأيضا أردوغان وماذا سيصفر عنه هذه المكالمة لكن اكتشفنا الآن أن هناك خلاف بشأن فحوى هذه المكالمة طبعا الأتراك عندهم مختلف عن الذي صدره في الريد آوت صدره من البيت الأبيض الأمريكي لكن أنا أظن هذا كله هذا التراشق بالتصريحات ليس هو قلب المشكلة في أمور على الأرض هي التي تحدد المسار وهي كما ذكرنا هي تحدد المسار السياسي القادم والعسكري تركيا تستغل الفصال السورية للمعارضة في تحقيق مكاسب سياسية هي ترانا من حقها يعني في سيولة شديدة الآن في منطقة في فرص كثيرة متاحة أمام الأتراك هي فرصة ذهبية قد لا تتكرر أمام تركيا لإنهاء الموضوع الكردية هذا في شمال سوريا تماما وأمريكا أيضا في نفس الوقت حتى أرسل تصريح من هنا وهناك أو حتى النيتو لو أرسل تصريح من هنا وهناك لا يمكن أن تستضم بحليف بأهمية تركيا خاصة بموضوع السوري تركيا بالنسبة لأمريكا هي مفتاح للحل في سوريا ولا تريد أن تخسرها مقابل للجانب الروسي مثلا خاصة الآن في وضع أن أمريكا لديها يعني خطة حل في سوريا ترى أنها ممكن أن تدفع بها قدما فلا تريد أن تخسر تركيا في هذه المرحلة الحساسة عشان بعض الأطراف الكردية طبعا في جانب دائما ما يتم تجاهل في الموضوع هذا تماما نعم المسألة علاقات دولية فقط لا هناك أيضا موضوع داخلي بالنسبة للأتراك في مشاكل داخلية تركية عويصة الحقيقة وهذه فرصة ذهبية وسهلة بالنسبة للقيادة التركية الآن في رص الصف الداخلي التركي نحو هدف موحد نحو عدو يعني أغلب الأتراك يرونه عدوا لهم وإجراء هذه العمليات يعني في خلاف حول القيادة التركية لكن في تعاطف كبير مع العملية العسكرية هذه في داخل تركيا لماذا يعني هذا التعاطف معها ألا يمكن القول أنه خوف من ردة فعل من الأكراد نتائج مدمرة داخل إسطنبول هذه تاريخ طويلة وفي نظرة سلبية من الأتراك وعموهم بكافة يعني بأحزابهم مختلفة يعني من اليمين إلى اليسار تجاه الحراك الكردي في أي مكان يعني حتى لو اختلفوا مع أردوغان على كل الأمور لن يختلفوا في هذا الأمر مع أردوغان جيد سيد أوكتاي يعني أردوغان طلب من ترامب سحب قواته من ميمبيج يعني هل يمكن القول أن هناك استماتة مثلا كردية في عفرين وهو يخشى أن هناك دعم يأتي من الخلف أو من جهة من بج وبالتالي يريد سحب هذه القوات أم أنه فعلا يحضر لهذه المنطقة وسوف يذهب يعني لهذه المنطقة مهما كانت نتائج سيد الكريم تركيا منذ سنوات ليست الآن منذ سنوات منذ أن سيطرت هذه المجموعات الانفصالية على الحدود التركية السورية ومنذ الحديث عن الشريط الكردي بين الازدواجين لكن لماذا يطلب من القوات الأمريكية انسحابها من ميمبيج هنا سؤالي يا سيد دكتورك تركيا أعلنت صراحة بأنها لن تسمح نعم نعم سأجي إلى سؤالك نعم سأجي إلى سؤالك تركيا أعلنت صراحة أنها لن تسمح بقيام كيانات انفصالية أو إرهابية بنظرة تركيا على حدودها ليهدد أمنها هذا أولا ثانيا ليس فقط ترامب الرئيس أوباما الرئيس الأمريكي السابق وعد تركيا بأنها بعد إبعاد ضعيش ستتم صحب هذه المجموعة الكردية من هناك وتم استخدام هذه المجموعة في إبعاد ضعيش من منبج وتركيا وافقت على هذه العملية ولكن لم تلتزم الولايات المتحدة كذلك الإدارة الحالية لم تلتزم بهذه البعد إذن هناك هدف هذه العملية عملية غصن الزيتون تنظيف عفرين مع طبعا جيش الحر وليس يوجد استقلال لجيش الحر بل أرضهم تركيا تساعدهم لتظهير وتنظيف أرضهم من الإرهابيين ثم ستمتد هذه العملية إلى منبج طبعا في منبج هناك خطر لكن هناك من يغضب سيد دكتار على الجيش رغم هذه نعم هناك غضب على مشاركة الجيش الحر العلمية ستضطر الفلاد المتحدة الصحة ناصرة من هناك نعم ستبقى هناك غضب على الجيش الحر على أتبار من منبج على أتبار أنه أصبح أداة هنا لحماية الأمن القومي التركي نعم قلت أن جيد جيد تركيا من أكبر الطعيمين للمسألة السورية وللمعارضة السورية طبعا مع السعودية ومع الأطراف الأخرى العربية وهذه الدول قليلة كيف يمكن استغلال الجيش الحر وهذا الأرض أرضهم يعني هذه الفصائل الانفصالية الميليشيات الكردية كردية سيطرت على هذه المناطق ربما بعض المناطق سيطرت مثلا تيل رفعت لكن هي لا تريد أن تخسر هذا الحليف سيد دوكتاي يعني هذا موقف الجيش الحر مبرر المقاتلات الروسية هذه المناطق وسيطرت هذه المجوعة وكذلك الأراضي الأخرى المناطق الواصية سيطرت هذه المناطق بحجة محاربة الطعش وحيانا من الجيش الحر إذن تركيا تساعد الجيش الحر للسيطرة على وطنهم يعني لتطهير وتحرير وطنهم إلا تركيا لن تبقى في هذه المناطق بعد تنظيفها ستتركها طبعا للجيش الحر وهم أرض الصعب البطن نعم هذا جيد سيد دكتاي دكتور هشام سقف المواجهة ما بين واشنطن وأنقرة إلى أين يصل يعني حتى أنا سأحاول أنني أعلق على أيضا كلام ضيفك وسؤالك أيضا أعتقد أنها سؤال حساس ومهم أبريكا أكيد أنها لن تصدم مع تركيا هذا اللي أظن يعني ذلك نتفق مع ضيفك في هذه الناحية لكن من الجهة الأخرى يعني نتحفظ على استخدامه مصطرح تنظيف المنطقة من الإرهابيين حتى في هذه الفصائل اللي يتكلم عن أضيفك لا يوجد توافق أمريكي تركي تام على من هو الإرهابي ومن هو ليس الإرهابي حزب الاتحاد الديمقراطي دعم أمريكيا وأمريكا لا تصنن في ضمن ناحية للإرهاب بالنسبة للأتراك الأتراك يرون يعني يرون جميع الفصال الكردية المسلحة أحزاب إرهابية فيها فيه خلافة كيد كبير لكن على الأرض أمريكا ستغضى نظر عن كثير من تصرفات الأتراك تجاه الأكراد بسبب ما ذكرناها الحقيقة أمريكا تبتغي حلا سياسيا وتريد حل الموضوع ولا ترى للأكراد فرصة أصلا في النجاح لذلك أنا أظن يعني أنا في نهاية المطاف ستكتفي بإرسال هذه التصريحات وإرسال هذه التهديدات يعني لكن لن يكون هناك فعل الأرض ولن يكون هناك تحجيم لدور تركيا وفعلها بل أنا أظن الضغط الأمريكي سيكون بتعجيل بتعجيل الانهاء العملية ولن تعترض أمريكا أنا في ظني على وجود تركي في شمال سوريا إن كان هذا التواجد يعني مبررا ومؤقتا يعني ستخضع أمريكا في نهاية المطاف لهذا الحل حتى لا تخسر تركيا بالكامل لروسيا هل يمكن أن يكون يعني كما ذكر اليوم المنطقة الآمنة سيد دوكتاي هل يمكن أن تكون في شمال سوريا التوصل ما بين واشنطن وأنقرة إلى منطقة آمنة في هذه المنطقة حتى يعني ينهون أيضا يعني الإشكالية أو الخلاب بشأن منطقة عفرين وما يليها منطقة منبج في الحقيقة كما تعلمون جيدا أن التركيا نادت بإقامة هذه المنطقة منذ ست أو سبع سنوات منذ بدء الأزمة في سوريا ولكن بالأسف الشديد يعني الولايات المتحدة لم توافق بعدة يعني بحجاج عندها والآن كما قال الوزير التركي أن نظيره الأمريكي اقترح عليه العمل معا لتأسيس هذه المنطقة بعمق 30 كم طول الحدود التركية السورية ولكن هناك بيان جديد من الولايات المتحدة أو من الوزير الخارجي الأمريكي قال أنه لم يقتره بشكل واضح ولكن تحدث عن السيناريوهات المحتملة وما إلى ذلك لا توجد هناك شيء واضح ولا توجد تفاصيل ولكن هذا يمكن تطبيقه ما بعد يعني طبعا أنا أتحدث عن الرؤية التركية بعد تحرير أو تنظيف عفرين ومنبيج ممكن الحديث حول ما بعد الشرق الفرات إلى الحدود العراقية يعني هذا شيء قابل التطبيق لما بعد الشرق الفرات إذا كانت طبعا لدى الفلاد المتحدة يعني نية حقيقية بهذا الخصوص شكرا عربت عن استعدادها للتفاوض بهذا الخصوص شكرا لك أوكتاي يلمز الكاتب والمحلل السياسي من أسطنبول والشكر أيضا لك دكتور هشام الغنام الباحث السياسي في جامعة إكستر وابقى معنا إلى المحور التالي مشاهدون الكرام مستمرون معكم ونتابع هنا الرياض فرصة أخيرة لمفاوضات الحل السياسي في سوريا المبعوث الأممي متفائل رغم حرج المرحلة ووفد النظام يفرغ سلة ديمستور للدستور مع رفضه لمناقشتها جولة تاسعة من مفاوضات الحل السياسي في سوريا هذه المرة في فيينا محادثات تأتي قبيل أيام من مؤتمر سوتشي الروسي أهمية اجتماعات فيينا أنها ربما تكون الفرصة الأخيرة للحل السياسي كما قال وزير الخارجية الفرنسي إلا أن الطاولة فيينا تلتعم على وقع عواصف ميدانية ومناكفات سياسية بالتأكيد ستلقي بضلالها على المخرجات والمرحلة حارجة جدا كما قال ديمستور والأجواء مشحونة خصوصا بين واشنطن وموسكو حيث الاتهامات المتبادلة بين الجانبين تجعل احتمالات التوافق بينهما في الملف السوري أبعد ما يكون الأنباء من فيينا تشير إلى أن وقت النظام وكعادته ذهب ليقلب الطاولة ويصد بها أفق أي اختراق سياسي محتمل والأطراف كافة أمام اختبار حقيقي والطريق إلى سوتشي بدايته من فيينا فهل تكون لموسكو كلمة أخرى تعيد النظام إلى مسار الجدية للتواصل إلى حل ينهي معاناة السوريين وفقا للقرارات الدولية بين جنيف وأستانا وصولا إلى سوتشي حالا عقاده انطلقت جولة تاسعة من المفاوضات بين أطراف المعادلة السورية في فيينا مفاوضات وصفها المبعوث الدولي لسوريا استفان ديمستورا بأنها وصلت لمرحلة حارجة جدا إذ يلتق الطرفان على وقع القذائف التركية على عفرين والمعارك الطحنة في إدلب والجدل العالمي حول استخدام الأسلحة الكيموية في سوريا وبينما تثير تصريحات ديمستورا بعضا من التشاؤم حول فرص اختراق الأزمة قال وزير الخارجية الفرنسي جان إفلدوريان إن اجتماعات فينا قد تمثل أفقا لحل سياسي وأملا جديدا بوضع خطة للسلام معتبرا أن هذه الجولة من المحادثات تشكل الفرصة الأخيرة أما رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري فقال عشية بدء المحادثات إن هذه الجولة ستمثل اختبارا حقيقيا لجدية كل الأطراف لإيجاد حل سياسي هذون اليومين راح يكون اختبار حقيقي يفترض أن لا يكون بعده هناك اختبار لجدية كل الأطراف في الحل السياسي جدية المعارضة بالقبول بمفاوضات جدية المجتمع الدولي في تبنيه للقرارات اللي هو صنعها وجدية النظام للاستجابة لهذه الجهود الدولية في الانخراط في العملية السياسية هذا ومن المقرر عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتي في الفترة من التاسع والعشرين إلى الثلاثين من يناير الجاري ودعت الخارجية الروسية إليه الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى المملكة ومصر والأردن والعراق ولبنان وكزاخستان بصفة مراقب إلا أن مواقف الأطراف المدعوة إلى الحضور من عدمه لم تتضح بعد لبرنامج هون الرياض ياسر نجم وللتأمق في هذا المحور الخاص بمحاثة فيننا السورية كواليسها وفرص تحقيقها لمخرجات تقدم الانتقال السياسي نواصل مع ضيفنا في الاستيديو الدكتور هشام الغنام الفاحث السياسي في جامعة إيكستر ويتحق بنا من فيينا في راس الخالدي عضو الهيئة العليا للمفاوضات وأرحب بكم جميعا داني أبدأ معك سيد فراس يعني هناك بداية ربما يعني جاءت قوية وحامية من وفد النظام انتقاد دي مصدورة وتقديم ورقة احتجاج هل لك تطلعنا على هذا وأيضا على كواليس اليوم الأول يعني فقط في البداية البداية السؤال لم أسمعه الصوت بعيدا بعيد خليلا ما حصل في اليوم في جينيف أو ما هو في فيينا أو ما هو المطلوب أن يعني حضرت عليها قوى الثورة المعارضة هو التحقيق تقدم إيجابي في العملية السياسية عبر التفاوض المباشر والإيجابي الذي يبنى عليه النقاش أو المفاوضات مباشرة مع مفضل النظام لتنفيذ قرارات 254 وبيان جينيف وكل القرارات ذات الصلة حتى اللحظة لا يوجد ما يسمى يعني إشارات إيجابية ولا يمكننا أن نقول أيضا أن الوضع يحمل إشارات سلبية حتى اللحظة ننتظر الغد فكما يعلم الجميع أن هذه الجولة هي حاسمة ومدتها 48 ساعة فيجب أن يتم استغلال كل دقيقة أو كل ثانية فيها نعمل على إيجاد تقدم أو خرق بما يخص قضيتنا لتخفيف المعاناة عن أهلنا في سوريا رفع الحصار على المدن هذا هو جوهر ما يحصح أو ما نحن عليه نحن عليه هنا نعم دكتور هشام بدأ الوفد اليوم كما ذكرت لضيفي في فيينا ولكن لا بدو أنه لم يسمع سؤالي لكن أقصد أن أنا ذكرت البداية التي للنظام بتقديم ورقة احتجاج وانتقاد أدى دي مستورة هل هذه البداية هي محاولة تتشويش أو رفض لهذا المؤتمر أو أي تقدم في فيينا طبعا الكلام عن المفاوضات بشكل عام الهدف من نظام السوري عندما يدخل المفاوضات مثل هذه الهدف من المفاوضات ومفاوضات لأجل المفاوضات حتى تستمر لأطول فترة ممكنة بدون حلول حقيقية على الأرض والهدف النهائي الذي يدفع نحو تجاهه النظام ويدفع نحو تجاهه الروس أيضا هو تشكيل حكومة وحدة وطنية يرأسها الأسد وتطعيمها ببعض المعارضة من هنا وهناك وإقفال الملف هذا النهائيا هل هذا حل سيكون مرضي للأطراف الأخرى أنا أعتقد أن هذا سيؤزم الأمور أكثر وسيدفع بالأمور إلى التصعيد ما لم يتغير من الجانب الآخر الروس حريصين مثلا على أنه يكون هناك عملية أي حل سياسي يكون برضى وموافقة دولية بأكس الإيرانيين بالنسبة إيرانيين لا يعنيهم أي حل سياسي يحضر بموافقة دولية هم شيء أن الحل السياسي يكون مرضي لهم ومرضي النظام السوري الذي يدعمونا بالنسبة للروس لا لديهم هذا الجانب في الموضوع الذي ممكن أن يستغل وممكن أن يدفع نحو حل سياسي أشمل من الرؤية الحالية الآن تريد سوريا أن تكون سجنا كبيرا الحقيقة بوجود هذه الحكومة تعديلات بسيطة على الدستور وأن يستمر الوضع كما كان عليه سابقا قبل الثورة وأنا أعتقد أن هذا أصلا هذه السفينة قد أبحرت ولن تعود مرة أخرى وما يطمع عليه الروس لأن يكون الحقيقة في متناولهم أو متناول من يدعمهم جيد سيد فراس فيينا كما ذكر أيضا نصر الحريري ذكر أنها تحدد مسار أو مستقبل سوتي أو الذهاب إلى سوتي إذا لمس أي اختراق من هذه المحادثات في فيينا هل تتوقعون أن هناك أي تقدم تحرزونه في هذه المرحلة أو في هذا المكان أو في هذه المفاوضات؟ يعني نحن وضعنا بما يسمى يمكنك أن نقول شروط بما يخص عملية تحقيق مطلب الروس إذا صح التعبير في الزهاب إلى سوتي مقابل أن يكون هناك تقدم في العملية السياسية في ظل وجود محور إيراني ولديه ما لديه من قوة والتأثير على على النظام لرفض هذه العملية قلنا أن هناك شروط أساسية يجب أن تتحقق هذه الشروط حتى اللحظة يعني لا تزال هناك مفاوضات وهناك أحاديث جارية وكواليس كما يعلم يعني واجتماعات تعنى أو تعمل على تحقيق هذه المطالب هذه المطالب إن صح التعبير هي تصب في صلب العملية السياسية في صلب مطالب الشعب السوري في عملية تحقيق السلام يعني اليوم نحن إذا جئنا أن ننظر لما يسمى المحور النظام أو المحور الإيراني في عملية طلبه لحكومة وحدة وطنية مثلا أو إصلاحات دستورية أو إلى ما هنالك هذا الأمر إن يحقق السلام ما يحقق السلام في سوريا حقيقة هو تحقيق حل سياسي عادل يشمل كل الأطراف يبدأ بعملية هيئة الحكم الانتقالي ثم دستور تشكيل إعلام مبادئ دستورية فالتصويت الشعبي على الدستور ثم انتخابات برلمانية ورئاسية بشكل يضمن نوع من العهد الجديد بين الشعب السوري يبدو أن بعض الدول غير معنية بذلك والبعض لا يدرك أهمية ذلك لذلك قلنا هناك الفرق بين عملية سياسية تنتج حل وبين عملية سياسية تنتج حل وسلام نحن ما نرى يعني كقوة الثروة المعارضة نريد عملية سياسية تنتج حل سياسي ينتج السلام نعم لكن ما لا يوجد لديكم حد أدنى بيحقق في فيينا آت هل تسمعوني؟ نعم أنقل لك دكتور هشام هل يمكن أن يوجد حد أدنى للمفاوضات وهي التفاوض هناك تتحقق في سوريا ربما مثلا إطلاق المعتقلين في سجون السورية حتى يتقدموا إلى إلى سوتي يعني هناك دعني أقول ثقة تظهر من النظام؟ لا طبعا الفصال المختلفة لديها كل فصيل لديها حددنا مختلف عن الآخر لكن موضوع سوتي برمتي الحقيقة مقلق يعني ما يدفع نحوه الروس يعني الحل الذي يرده الروس الآن ليس حلا يعني كما ذكر أيضا ضيفك ليس حلا ولا يحل الموضوع بالعكس يعزم الموضوع أول مفترض بالروس ومفترض أيضا بدول كثيرة تضغط على الروس لأنهم الحقيقة هم يديهم بيدهم مفاتيح الحل الآن في سوريا مع أن الأمريكيين لديهم موقف أيضا متغير مختلف الآن عما عن مواقفهم السابقة يعني بتصريحات ريكس سيلرسون تبين أن أمريكا تريد يعني تريد أن تكون طرفا أساسيا في حل الموضوع السوري وتريد أن يكون الحل أشمل مما يدعو عليه الروس الروس طبعا حريصين أنه لا تتأثر مصالحهم في سوريا حريصين أن يبقى النظام بشكله الحالي وهيكله الحالي وأن الدولة العميقة في هذا النظام تبقى هذا ليس حلا من الحقيقة يعني ولن يقبل به أحد ممن يعني بعد هذا هذا الكمل هاء المد ما والتضحيات لن يقبل به حل أحد ومفروض أن الروس الحقيقة يكون أكثر منطقية ويدفعون نحو حل يوافق عليه دوليا وأن لا يستسلمون للرغابات الإيرانية في هذا الملف تحديدا مع حفظ المصالح الروسية في سوريا الكل يعلم أن سوريا لديها روسيا لديها مصالح مهمة في سوريا الكل أيضا حريصا تحفظ هذه المصالح حتى تخرج سوريا من أزمتها الحالية يعني الكل يجب عليها أن يكون منطقي لكن أيضا على الروس أيضا أن يخفضوا من حجم تنازلاتهم من حجم تنازلهم للنظام السوري والمحور الإيراني وأن يدفعوا بحل أكثر راديكالية مما هو مطروح حاليا يعني حل نوعي أكثر يعني وتغيير حقيقي في النظام نعم سيد فراس يعني هل هو معنا سيد فراس سيد فراس يعني كما ذكر ضيفي هنا أن يعني الروس لن يكون حل سوتي عفوا لن يكون سوتي هو الحل السياسي ولكن هناك فقط هو المراد اعتراف دولي بأن سوريا هي المعترفة أو هي المتعهد الدولي هذا ذكره ربما يعني أكسه تصريح وزير الخارجية سيرجي لفروف عندما قال أن مؤتمر سوتي يضمن مصالح الجميع هل هذا هو المنطق الصحيح الذي يبحث عنه الروس يعني أتفق أنا مع ضيفي كريم في مقال وأذهب معه من نفس النقطة التي تصب في سؤالك حيث أن المصالح الروسية في سوتي غير قابل للتحقيق فإذا جئنا على سبيل المثال بيان الختام الذي تم تسريبه أو تم تخراجه الإعلام يقول حكومة وحدة وطنية ويقول إصلاحات دستورية التعريف على سبيل المثال الإصلاح يختلف بين قوى المعارضة وبين قوى النظام فإذا جئنا على سبيل المثال للمعارضة الإصلاح يعني تغيير الدستور أما إذا جئنا لمحور النظام والسلطة وإيران يعتبر تعبير الإصلاح هو مجرد تعديلات شكلية قد لا تغني ولا تثمن عن جوع لذلك سيد الكريم ما نريد نحن في سوريا أو بهذه العملية السياسية هو تحقيق حقيقة حال سياسي ينتج السلام في سوريا وهنا ما نحاول أن نسعى عليه وهنا ما يجب أن ندركه الروس أن التحقيق العملية السياسية كي تنتج السلام في سوريا تحتاج فعلا إلى جدية أكثر من الروس وإلى ضغط أكبر على محور السلطة وإلى أبعاد أكثر للمحور الإيراني فهل الروس قابلين لتفعيل ذلك أو فعل ذلك أو مدى جديتهم خصوصا بعد تحرك أمريكي بدأ يظهر ولكن حتى هذا التحرك حتى اللحظة لا يمكننا البناء عليه أو اعتباره أنه تحرك جدي أو فاعل حتى ننتظر ما سيظهر منه نعم شكرا لك من فيينا في رأسة الخالد عضو الهيئة العليا للمفاوضات دكتور هشام سؤالي لك هنا فرنسا ذكر أن هذه أو الوزير الفقاريجي الفرنسي ذكر أن هذه الفرصة الأخيرة لماذا هو يرى أن هذه في فيينا أو المفاوضات في بينا ستكون الفرصة الأخيرة لماذا لا يعطونا مجال إلى سوتي لا أعتقد أنها ستكون فرصة أخيرة المفاوضات قد تتكرر جولات وجولات تصريحات هذه لا تعني الحق شيء خاصة إذا صدرت من فرنسا يعني ليست مؤثرة بذلك القدر منفاتيح الحل في سوريا معروفة الروس يحملون الجزء الأكبر الإيرانيين وجود الأتراك والآن الأمريكيين دخلوا بنظرة جديدة على سوريا هذه منفاتيح الحل في سوريا الآن كيف تتفاعل هذه الأطراف المختلفة في ظل هذه السيولة الشديدة الآن وهذا الصراع الآن وهذه الفرص يعني بعد انتهاء داعش أصبح كل طرف يريد أن يحقق أكبر قدر من المكاسب بأقل قدر من الخسار وفي أطراف ستستغل هذا الوضع من صالح الروس أن يدفعوا الآن أن يقودوا العملية ويدفعوا بحل سياسي مناسب وموائم للجميع الحقيقة الحل بصورة الحالية الذي يدفع نحوها الروس حل ليس منطقي وليس حل منصفا لجميع أطراف الأزمة السورية صحيح أنه ليس الكل سيرضى في نهاية المطاف لكن على الأقل يجب أن يكون هناك حل مقبول لهذه التضحيات التي قدمها الشعب السوري لا أن يبقى النظام بشكله الحالي مع تعديل دستوري هنا وهناك وتطعيم البرلمان بمعارضة وخلط الأوراق ببعضها وأن يبقى الأسد رئيسا على سوريا وأن يظن أن الأمور ستمشي وستسير بسلام في هذا المطاف هذا لا يمكن تحقيقه أبدا ولا هذه النظرة ممكن تحقيقها ولابد من ردع محور الإيراني وإيقاف هذا التغول الذي مكن إيران من سوريا بهذه الطريقة والحل الأكبر الورقة الكبرى هي بيد الروس قبل أي طرف آخر والآن بهذه العمليات التركية في شمال سوريا مسألة توافق تركي روسي تبدو قريبة أكثر من أي وقت مضى شكرا لك الدكتور هشام الغنام الباحث السياسي في جامعات إكستر شكرا أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام يوم الأحد يتجدد لقاؤنا في هنا الرياض ونافذة سياسية من هنا هنا الرياض إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر